عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزيري المالية أحمد كوجوكوى الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيبة حيث ناقشوا المخرجات النهائية لحزم التسهيلات الضريبية ومحفزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها تمهيدا للإعلان عنها غدا وخلال الاجتماع أوضح وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب مؤكدا أن هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية من جانبه استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الملامح النهائية لحزمة محفزات الاستثمار التي انتهت الوزارة من صياغتها بالتعاون مع الجهة المعنية والمستثمرين مشيرا إلى أن هذه الحزمة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر ترجمة نانسي قنقر